تلفت التسميات والمصطلحات ما بين الحديث عن اقتصاد غير رسمي أو موازي وإدماج هذا السوق ضمن الفضاء الرسمي عوض محاربته كظاهرة مذرة بالاقتصاد الوطني نعم هو ما يقف عليه الباحثون والخبراء كحتمية للمعالجة بما فيها الجامعة التي تعمل على بعث علاقة علمية والمحيط الاقتصادي حنان هارون تفصل الاقتصاد الغير رسمي والاقتصاد الموازي في الجزائر بين واقع الممارسة وحتمية المعالجة هاتها ظاهرة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية يحاول الخبراء والباحثون تحليلها معالجتها حماية للاقتصاد الوطني مصطل غير رسمي هو واقع واقع إنساني واقع معاملة اقتصادية واقع معاملة تجارية إلا أنه ما يحتاج يحتاج إلى المعالجة تحتاج من الأكاديميين تحتاج من الباحثين أن يقفوا وقفة علمية أكاديمية حتى نعالج حتى نربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي الجامعة تساعد أصحاب القرار في بلورة النتائج حتى نعطي نتائج علمية موضوعية حيادية للمساهمة في البناء التنموي للمساهمة في مساعدة موارد القزينة العمومية قراءتي كخبير كأستاذ أنه لم تتكفل بكل جوانب الموضوع وبالتالي هذا اللي خلينا إلى حد الآن لا نزل نعاني من هذه الإشكالية وفي معالجتها أنه يجب العودة إلى نظام معلومات نظام معلومات ليس التكنولوجيا ليس قاعدة ببيانات نظام معلومات معناه أن الاقتصاد يقدم معلومات كافية لفهم مختلف جوانب الظاهرة وإيجاد الحلول ولعل باث علاقة علمية بين الجامعة والمحيط الاقتصاصي وتحسيس المحيط الجامعي بأهمية الموضوع من خلال آثاره على المعطيات الاقتصادية الكلية والجزئية تراهن المدرية العامة للأمن الوطني على مواجهة هذه الإشكالية بين الموجود ولكن ما هو منشود نحو الأفضل حتى نرقى إلى تكريس كل هذه القيم الاقتصادية المبنية على الحكم الاقتصادية المبنية على تحويل تلك الإشارات الضعيفة الخفية التي تظهر إلى قوى محركة في واقع الاقتصاد الجزائري البحث في إشكالية واقع الاقتصاد الموازي بسياغة الحلول العمل على إدماج النشاط الاقتصاد الموازي ضمن النشاط الرسمي من خلال إعادة النظر في النصوص التشريعية والواجب حسب الخبراء أن لا يكون من واقع صاحب القرار وإنما من واقع متضرر لتكون أكثر واقعية